آه المرة اللي فاتت ما عرفناش نكمل كلامنا المرة دي هنكمل كلامنا وللاخر انا ما بيش كلام بيني وبينك يا سبدا لا يا رز لا الكلام اللي بيني وبينك كبير قوي وكتير قوي حربي بيرتب من ايه بالزبط انا ما عرفش هتروح تسألو يا سبدا لا يا رز هتزعني منك هيبعليك تبقى راجل كبير وكتاب كده حربي من ساعة ما خرج من السجن وواخدك تحت باطو سره كله عندك كلمة ما عرفش دي يا رز بتصحي الشيطان اللي جوايا ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هيخليك تعرف تناني هدى احشاقك كده وقولي حربي بيرتب لأي دلوقتي من ساعة ما خرج من الحارة هو والدلدول اللي اسمه زين ما رجعوش لغاية دلوقتي هم فين فعلا انا ما عرفش هو قال ما عرفش؟ قال ما عرفش انت ها بتتكلم جد ولا بتعزر يا رز ولا من انت بيني وبينك هزار يا رز اه صحيح صحيح نفيش بيني وبينبعد هزار يعني انت متعرفش حرب بيرتب لأيه ولا إيه اللي بينه وبين المعلمة انشراح ولا بيجيب الخردة منين dodge كم منا تتكلم جدا لو صحيح صحيحة لا ايه سيد رجالة في الدنيا كلها تسلم ايديك يا ست الكل يا احلى معلمة فيك يا مصر ده انت اللي احلى راجل في الدنيا كلها ده مين اللي جاء متصاربة على الصبح كده تليه المنيلة على عينها وزعتها بالليلة عشان تطب علي الصبح حربي هنا يا معلمة ايه يا بركة ايه اللي جاء بك على الصبح كده ايه يا بركة عبرس لتقل يا حربي قتل يا خرآبي يا لا هوي مكان جيهمك يا اويا هوي اللحظ الرجل كبير يا اخواتنا تقلدي وفي حد غيره يا حربي لابا ليه ايه يا اكرم بيه ايه يا اخوار احنا اخدنا اقوال كل اهل المنطقة والمحاضر مع الملازم رؤوف لو تحب تشوفه المهمة وصلتوا لحاجة محدش شاف حاجة الجريمة حصلت وش الفجر والناس كلها كانت لاينة يعني محدش اتهم حد مفيش اي مشتبه لا طيب انا عايزك تجيبلي كل قريبك وكل الي كان بيتعامل معاه انا احقق معهم واخد اقوالهم بنفسي الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك هو يا غلباء يا غلباء هو اشتركوا في القناة 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 بتتخاني قدامي ولا ايه؟ ايه بقيت؟ بتظهر مش معدرين الموقف اللي انتو فيه بتشتاولوا مع راجل ما يحبش الغلط ولا التعريك في شغله احنا طول عمرنا عدل بيش شغالين مع الباشا الكبير ويعني فاهمين وفاهمنا معلش يعني الحكاية دي اول مرة في شغلتنا دي عزان مفيش حاجة اسمها اول مرة اول مرة هي اخر مرة ومرة الواحدة بيطير فيها رأيها ما بلاش حكاية الرجاب دي عدل بيه؟ احنا مش حملة الكلام دي؟ بيبقى تليم انظور بقى وتخلصونا بسرعة من الحكاية الخايفة دي قبل العملية ما تكبر وتعمل لنا قلع طيب حضرتك تقدر ايه عدل بيه؟ البضاعة اللي راحت دي قيمتها 25 مليون وانا شايف ان مفيش حل قدامكم وغير واحد من اتنين البضاعة دي ترجع وتتوزع في المكانة يالفروس 25 مليون تمال بضاعة تتحط في حساب الباشا فورا وإلا الباشا يزعل وانتو عارفين طبعا تزعل الباشا لما يزعل ممكن يعمل ايه؟ ايو عدل بيه بس يعني 25 مليون ده مبلغ كبير قوي جاو جاو يعدل بيه مش كدو يعني ده قطموست يعني قطموست والله قطع الرقب يا رشوان هم اسبكا بقى وقت تدبرو حالكم ما تنسوش هم معكم لاخل اسبوع عشان تشفونا حل في المشكلة اللي وقعتونا فيها دي يا البضاعة ترجع يا تمنها هشوفو الشيكون بخير مع السلامة عدل بيه انت اللي بلغت عدل بيه عزم؟ اه طبعا اللي بلغته مانا لو ما كنتش بلغته والباشا عارف الخبر من بره ما كانش ارحمنا مهم هنتصرف ازاي دلوقتي هنعمل ايه؟ شكل اللي عمل ايه كان مترتب لها مترتب لها قويس جوي وأكيد اللي عملها كان مراجبنا وبجاله مدة طويلة ومين بقى اللي كان مراجبنا وبقى له مدة طويلة رد السؤال دي يا رشوان عندك انت تقصد يا عنتر العربية دي عربيتك انت والبضاقة اللي فيها كانت مخزدك انت يبقى هكيد العمل للحكاية دي يقصدك انت نعم يا اخويا ايه عاوزت شاين الشيلة دي كلها الواحدي؟ عايز تبعني للباشا وتخرج انت منها زي الشارة من العجين؟ لا يا حبيبي اللي عمل العملة دي يقصدنا احنا التلاتة مش انا الواحدي يا رشوان عنتر عنده حق اللي خد العربية ما كانش يعرف فيها ايه احنا التلاتة بس ورجالتنا نعرف موضوع البضاعة يبقى اكيد اللي سرق سرق العربية عشان اصدك انت وانت بالذات لا يا سي عزام مش رشوان ابو الدهب اللي اتاخد كبش فيها الحد لا الشيلة شلتنا احنا التلاتة مش شيلتنا الواحدي ما تفهم يا اخي ما تفهم عزام بيقولك ايه؟ ما تفهم ايه يا زفتي ايه؟ اسمع انا لا هفية ولا عب مطارية ولا مختوم على عفاية ايوه انا بقولك اهو انا لو ضحت هنضيع احنا كلنا مع بعض يبقى انا هدا مفهم بقى محدش عايزي شيلك حاجة احنا كل اللي عايزينه منك انك توعق كده وتهدى وتفكر علشان تعرف مين اللي بيحفرلك مين اللي عايزي ازيك افهم افهم يا رشوان افهم انت بشكلك كتير في السوق ومع ناس كتيرة يبقى عمل الموال ده يقصدك انت يا اخي علشان نخلص من الحكاية ده يا رشوان لازم نعرف مين اللي سرق العربية ونرجعها في اسرع والد يا اما كده يا اما هنروح كلنا في ستين داية ماشي يا سعزان هفكر واشوف بس قبل ما فكر واشوف فكروا انتو برضو وشوفوا جايز يكون اللي عمل العاملة دي مش يصدني انا جايز يكون قصد اي حد تاني فيكم مش انا الوحدي حاضر يا سرع شوان هنفكر بس المهم اللي منينا يوصل لحاجة يبلغ البقين وما يتصرفش من دماغه علشان مش محتاجين ولا نقصين الحكاية تتنيل اكتر مع متنيلة ماشي يا عزام ماشي يا سرع شوان يلا بنا عنطر سلام الرشوان بيه سلام يا سي عنطر ماشي يا عزام ايه ساعة با المترد شوفلي فين حنثي وبعتولي بسرعة شوف عزام انا مش هتحمل غلط غيري شواند وا في غيره هو سبب كل المصايب دي يا أخي بقولك ايه مش هنفع الكلام انا اركب عربيتك وحصرنا عالكباريه واناك نتكلم برحيبك يلا يلا نفي طلبتني يا باشا؟ اه تعال يا أحنا فيل افل باب وراب يلا اقولي يا أحنا فيل مين من التجارة الي احنا بنتعامل معاهم فيه بيننا وبينهم مشاكل حين أصدق بينا باشا ده كتير قوي هانا نأصد جماعة اللبط اللي ممكن محد منهم يكونن عملي اللي عملية بتاعتي بارح دي لا باشا محدش يستجر يعمل العملي دي معانا الزهر إن في حد استجرها حنفي العملية دي مترتبة ومتظبطة كويس قوي وأنا عاوز أعرف بقى مين اللي عمل المغرس ده فينا اللي يعمل حاجة زي كده باشا يبقى مشتق للموت عايز يبوت بدري تفتكر يكون مين ما يخرجوش عن ثلاثة المعلم حنكش والمعلم زنيتة والمعلمة اللي ما تتسمى تشيرواح انشراح شوف احنا في انا عايزك تشمشملي ورا التلاتة دول وتتبعهم من غير محد يحس بيك انا مش عاوز شوشارهم طبعا باشي ولما تعرف بقى مين اللي عملها ساعتها تعالى بلغني وهيكون حسابه معايا انا وياويله من اللي هيشوفه مني